وفيما يلي بعض الأحداث العالمية التي وقعت في بيتي هذا اليوم 11 من أكتوبر ففي عام 1138 ضرب رابع أقوى زلزال عرفته البشرية مدينة حلب السورية وراح ضحيته قرابة 230 ألف شخص هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قدرت شدته بثماني درجات 1910 أجل رئيس الأمريكي ثويتر رولزفيلت رحلة جوية في طائرة من صنع الأخوين رايت استمرت أربع دقائق 1931 تم حظر الملكية الخاصة لوسائل الانتاج في عموم أراضي الاتحاد السويتي وأحكمت الدولة السويتية قبضتها على كل الهيئات الصناعية 1977 جرى اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية المقدم إبراهيم الحمدي 1991 تم تفكيك جهاز الاستخبارات السويتية الكيجبي الذي تأسس في عام 1917 في عام 1991 وقع حريق في وحدة الطاقة الثانية لمحطة تشنوبل الطاقة النووية ونتيجة للحادث تم إيقاف وحدة الطاقة رقم اثنان في عام 2008 وبعد غياب دام أربع سنوات تقريبا عاد فيتالي كليشكو إلى الحلبة ليهزم الملاكم النيجيري سامويل بيتر واستعاد لقبه العالمي في 2011 أدانت محكمة بيتشيرسك في كيف رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيماشينكا بتهمة إساءة استخدام السلطة أثناء توقيع اتفاقية الغاز مع روسيا 1672 ولد فيليب أورليك هتمن أوكرانيا من 1710 حتى 1742 خليفة ليفان مازيبة 1906 ولد إيهور سابتشينكا مخرج أفلام سويتية أوكرانية حائز على ثلاث جوائز من الاتحاد السويتي في عام 1928 ولد الملحن الإيطالي إنيو موريكوني ولو يألف الموسيقى التصويرية لقرابة 500 فيلم سينمائي وحصد أعلى الجوائز العالمية 1937 ولد السير بوبي تشارلتون لاعب كرة القدم الإنجليزي بطل العالم وأسطورة نادي منشستر يونيتد موسيقى 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 موسيقى